السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أيها الصائمون أيها القائمون بارك الله لكم في هذا الشيء الكريم ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وزادنا وإياكم رعبة في الخير وقبولا للصالحات نحن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لكل شيء في هذه الدنيا موسم ورمضان موسم القرآن الله عز وجل اختار أن ينزل هذا الكتاب العظيم الذي هو دستور أمة ومنهج حياة وأساس بناء وإعادة بناء للمجتمعات في عقلياتها في عقائدها في أخلاقها في مناهجها وعلاقاتها فكيف نستفيد من هذا الموسم؟ كيف نستفيد من الموسم الرمضان؟ لقد هيئت لنا الأسباب وأتيحت لنا فرص لا التاحوا في غير هذه المناسبة صفدت الشياطين وفتحت أبواب الخير وشاعن الجو العام لهذا الشيء الكريم جو من الروحانية ومن التخفف من ثقلة الأرض ومن ضواغط الماديات كيف نستفيد من هذا الشيء الكريم في تغيير ما بأفوسنا؟ بعض الناس يتخذ رمضان وسيلة للاكثار من ألوان الطعام وللمبالغة في السهر وبالمقابل يقابل السهر المبالغ فيه النوم المبالغ فيه ويقابل الإكثار من ألوان الطعام الكسل عن الطعات هل من أجل هذا شجع رمضان؟ هل هذه هي الفائدة التي يمكن أن نجنيها من رمضان؟ لقد شرع الله لنا أن نكف عن الشهوات التي هي مباحة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بحسب الحد الفقهي الشكلي لكن ليس هذا كل شيء لا بد أن نصاحب هذا نية معناها رغبة وإرادة وعزيمة على أن نغير ما بأنفسنا كنا نأكل في النهار ونشرب الآن نمتنع عن الأكل والشراب كنا نتعاطى شهواتنا فيما أباح الله لنا بدون حرج الآن الأمور مضبوطة في الوقت وفي الزمان إذن هناك فرصة لتغيير ما بأنفسنا رمضان جعله الله عز وجل شهر الانتصارات عبر التاريخ فكبريات المعارك الإسلامية الفاصلة كانت شهر رمضان ولست هنا بصدد استطرادها فربما تعرض للك بعض الأخوة وزام الله خير لكن ينبه على أن العقل التي نتعامل بها تعامل بها مع رمضان عقلية خاطئة رمضان الشهر الذي تتضاعه فيه الأعمال الشهر الذي يخرج الإنسان من حياته العادية ليجاهد في سبيل الله الشهر الذي يخرج في الإنسان من حياته العادية ليقوم الليلة جله أو كله الشهر الذي يحس الإنسان فيه إحساسا عمليا بالارتباط بأمة الدين الواحد والجسد الواحد فهذا شهر يجسد وحدة الأمة في مشاعرها وفي شعائرها إذا الرمضان شهر للتغيير شهر للتربية شهر لإقتلاع عادات وبناء أخرى مكانها فعلنا أن ننتهز هذا الموسم فنعمل برنامجا بعضه عبادات فردية وبعضه عبادات متعدية نستكسر من قراءة القرآن لأن هذا الشهر موسم القرآن نستكسر أيضا من الإنفاق ومن ذكر الله ومن عمارة بيوت الله نستكسر من صلة الأرحام لأن هذا الشهر فتحت فيه أبواب الخير وغلقت فيه أبواب الشر وهيئت فيه ظروف المعينة على الأعمال الصالحة فهي ورصة أيضا للخير وموسم للصالحات علينا أن ننتهزه والله عز وجل لا يضع أجر المحسنين ولا المصلحين ومن تقرب إليه شبلا تقرب إليه راعا ومن تقرب إليه راعا تقرب إليه باعا معناها من رغب في أن يزيد من الخير فالله عز وجل يهيئ له مزيدا من أسباب الخير ويتقبلونه عمله قبولا حسنا أجعل الله وإياكم ممن اتخذوا هذا الشهر مطية إلى العمل الصالح واتخذوا فرصة لتغيير ما بالأنفس ومنطلقا لحياة جديدة تبدأ مع موسم الخير الذي توتح فيه أبواب الخير وتغلق فيه أبواب الشر وتهيئ فيه الجنان لأهل الطاعات اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقبلين عليك في هذا الشهر الكريم ونتقبل من طاعاتنا وأعمالنا وتوفقنا إلى مزيد من العمل الصالح إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه